السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا في صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم في قناة وصفات نجوى لما ان شاء الله نصب معكم سيمينات في الفران يجيوا أكثر من رائعين مورقين لداد بطريقة سهلة سوف تسمعوا القرمشة كيف تشوفوا كيف تشوفوا كيف تشوفوا كيف تشوفوا بحل عجي المورق وغير بعجينة المسمن لما نطول عليكم بقوا معي بشوفوا المقادر وطريقة تحدع بسم الله على بركات الله عندي نايا الكاس يوزن 100 جرام دقيق القمح ونضيف كاس الملح 2 سكر 3 ملاعق ثم ثلاث ملاعق زيت نباتي نضيف عليهم علقة صغيرة الخل سوف نضيف الماء العادي بارد كان عبر النتب الكس سوف نجمع في العجينة سوف نضيف الماء العزين يجمع في المجموع وستخدمة جوجكي ساندي و الماء المهم أن نضيف الماء بشوية بالجمع استخدمت الماء العجينة وسوف نعفل الماء ثم نضيف الوصول بعد سلاث مزيد وضعها في بلاستيك الغذائي ونجعلها ترتاح وضعها في بلاستيك الغذائي نستعمل جوج بصلة صغار نضيف زيت نضيف فلفلة نضيف فلفلة نضيف نصف معلقة الخرقم البلدي نضيف نصف معلقة تحمير نضيف معلقة كبيرة مركز طماطم نضيف نصف معلقة سكنجبير نصف معلقة لبزار نصف معلقة ونصف نضيف 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 زيت ونصف معلقة نضيف نضيف علبة شامبينيو نضيف 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 من جميع نضيف الزبدة الحليب والماء من الأفضل تستخدم زبدال او زبدال نجمع الكويرات نجمع الكويرات نجمع الكويرات نجمع الكويرات من الأحسن من، نتمع الكويرات سأشعر جيدة السيف المسكب السيف مضع المنزل الزبدة نضغط الزبدة السيف كثير سمسكوب نحاول نقعد جناب هكا مع بعضياتهم باش يجيني نسمنا مقعدة سافي غد ينطويها هذا هاتشكل سافي غد نخليها وغد ناخد كوة روح دخرة ايا بنفس الطريقة غد ينطلقها مزيان دهن بالزبدة داروري سافي غد نوضع هذيك مسمنة لي درت في الوسط ديالها سافي وكن نشكل على شكل مسمنة الهيلي نقدري جناب ديالها لحظيم مؤمس انتظري هذيك مسمنة سافني من استمر الكويرات التي باقي عندي pienيق نضيف جوج بنفس الطريقة طاقت نخلط الزيت نضيف جميعا نضيف جميعا لنضيف جميعا حتى نضيف جميعا ونضيف جميعا نضيف جميعا نحاول نطلقها مزيان يعني انا رقيقها ولكن مش رقيقها بزاف سوفين بعد ما طلقت العجين اولت على هاد شكل هادا ناخدها كالجرارة وكنن نزول هادو كل الجوانب يعني لمزوينينش كبش يبالي يحتض طوريق سوف نقطعها من الواسط سوف نقطعها على شكل 4 مربعات كبار سوف نضيف الحشو والواسط لتكون طبيعة الحال بردات سوف نضيف عليهم الجبن من الفوق سوف نضيف عليهم الجبن من الفوق سوف نقطعها على هاد شكل هادا كيف ما كتشوفو سوف نحاول نقرصها على هادا كبش يبقى مقادي سوف نحصل على هادا كا على شكل مستطيل سوف نضيف صفحة الغاد يندخل الفرن نستمر بالنسبة طريقة نشكلهم كاملين نستمر بالنسبة للمربع الثاني نستمر بالنسبة طريقة نستمر بالنسبة للمربع الثاني نقوم بالنسبة طريقة بلد المبار نقوم بلد المبار مصدر سوف نأخذ سكي اللي يكون حاد و نحاول ندير حد شريطاتها كامل للفوق سوف نأخذ بيضة كاملة و نزيد عليها قطرات الخل سوف ندهن هكا المسيمنات ببيضة كاملة و كيف ما قلت ضروري بان الفران يكون مسخن من قبل حيث هاد العملية مهمة بزاف حيث تولي كي يعطينا التوراق فاش كي كل فران سخون بزاف المهم كتشعلوا عليها أنا شعلت عليها غير من التحت بالنسبة الفران دي للضوء على ميتين دراجة حتسخن و دخلت لي المسيمنات و حولتو المئة وثمانين دراجة حتى بدو كي يطيبو عدا حمرتهم من الفوق و كيكون هذا هو الشكل نهائي دي للمسيم من الدولين و بعد ما طابوا و خرجوا من الفران و زينتهم و كيف ما كتشوفو كي يجوم حمرين مورقين زوينين و كيف ما كتسمعو كي يجوم قرمشين إلا عجبكم الفيديو دي اليوم ما تنسوش الإعجاب و ما تنسوش الاشتراك اللي ما زال ما شارك شوي فعل دائما الجرس باش يصولو دائما الجديد ديالي و إلى فيديو قادم إن شاء الله و السلام عليكم شكرا